خمس عشرة مركبة سونار مجهزة بأحدث أجهزة كشف المتفجرات جرى نشرها عند مداخل عاصمة بغداد الرئيسة مركبات السونار الجديدة متخصصة في الفحص الدقيق لعربات الحمل الكبيرة والسيارات الصغيرة وقد زودت بكاميرات ليلية وحرارية وأجهزة رصد عن بعد للمواد الشديدة الانفجار ولأي حالة غريبة كل مداخل بغداد الرئيسية هي الشعاب التاجي أبو غريب العدوانية الدورة يعني هذه بغداد واسط المعامل هذه قابلية العمل بشكل مستمر 24 ساعة إذا هي أتقلها التغذية الكرابائية المستقرة وقد جرى تخصيص كوادر هندسية من منتسب الأجهزة الأمنية للمباشرة في إدارة مركبات السونار الحديثة مع إنشاء سيطرات جديدة عند مداخل العاصمة وعزل عملية دخول المركبات الكبيرة عن السيارات الصغيرة قمنا بإنشاء هذه السيطرات بجهدنا وإبكانياتنا الذاتية حقيقة وعدونا مجلس المحافظة والمحافظة وقياة العمليات بتقديم الدعم اللوجستي ولحد الآن نحن بالانتظار سيطرة حديثة من ضمن عدد من السيطرات أنشئت على مداخل العاصمة بغداد لغرض تفتيش وفحص العجلات الكبيرة عجلات الحمل وتفتيشها بشكل دقيق وفحصها بشكل دقيق ومن ثم دخولها إلى بغداد بشكل أمن إحكام مداخل العاصمة بغداد لتأمين مناطقها عبر نشر أجهزة سونار حديثة إجراءات قد تكون غير كافية بحسب مراقبين للقضاء بشكل نهائي على أعمال العنف والهجمات في بغداد ما لم تدعم بالجهد الاستخباراتي علينا أن تذكر أن الجزء من استراتيجية داعش هو تصليع كل السيارات المفخخية والمتفجرات داخل المناطق خاصة مع المناطق أن المواد الأولية تستخدم فيها حقيقة مواد توفرة في الأسواق هذا من طلب الجهد الاستخباراتي؟ يعني الجهد الاستخباراتي يكاد يكون هو الفيصل اليوم كل العالم يعتمد الجهد الاستخباراتي في أي موصل لسبب بسيط جدا أن الجهد الاستخباراتي يؤدي إلى تطويق الأزمة وضرب العملية الانتحارية أو العملية التفجير قبل تحركها من مكانها وتأتي هذه الإجراءات بعد ورود معلومات استخباراتية عن نية تنظيم داعش تنفيذ هجمات في عدد من مناطق بغداد لإجغال الأجهزة الأمنية عن معركة تحرير قضاء الفلوجة محمود فؤاد الحرة بغداد